مسائل فلو أهلا بيكو بتبدأ الحلقة الثالثة بهند في النيابة علشان استجوابها بحصوص حادثة موت جمال عبد الكريم الشهير بجامي أندرسون وقبل وكيل النيابة ما يسألها بيجي حاتم المحامي جزها علشان يحضر معاه الاستجواب لكن وكيل النيابة بيقوله ده مجرد بسؤالين ثلاثة وهتمشي على طول مش محتاجة محامي وفي نفس الوقت هند بتقول لجزها الموضوع بسيط سؤالين وهمشي حضرة الزابط عارف ان عندي هوا ومجغولة وفعلا حاتم بيمشي ويسابها وكيل النيابة بيقول لهند جزك بيخاف عليكي قوي وبيسألها تعرفي ايه عن جامي فبتقوله ولا اي حاجة عملت معايا اللقاء في برنامجي وخلاص قال لها المعلومات اللي عندي غير كده بتقول ان في علاقة بينك وبين جمال عبد الكريم الشهير بجامي أندرسون وهند برضو بتقوله ما فيش اي علاقة بيني وبينه ما شفتهوش بعد اللقاء اللي سجلته بنرجع بقى للماضي قبل ست اسابيع من الحدثة في القتل لما هند راحت تقابل جامي أندرسون وهناك كانت صدمة منتظرها ومنتظرة جامي كمان هدى امراضه تبقى صاحبة عمر هند وجيران كمان وأول مرة يشوفه بعد كل السنين دي عشرين سنة إنما الصدمة مش بس الهند وجمال إنما هدى كمان اللي بتحس ان فيه حاجة مريبة بين جمال وهند لكن مش فهماها أول ما سألت هند سقرك قد ايه في الشاي بسرعة جمال قال لها هند ما بتاخدش سكر طبعا هدى استغربت جدا وهند في نفس الوقت بقيتش عارفة تعمل ايه إنما جمال لحق نفسه قال لها أصل كل المشاير والرياضيين مش بياخدوا سكر هند ارتبكت جدا جدا وقالت له آه مصبوط تمام أما هدى بقى مندهشة ومش فاهمة أي حاجة أما جمال بيجيه لتليفون وبيسيبهم ويقوم هند بتنتهز الفرصة وبتسأل هدى اتعرفته على بعض ازاي هدى طبعا اتفاجأت بالسؤال لكنها بترد عليها وقالت لها في النادي شفته وكنت متابعاه وبتفرق دايما على المباريات اللي كان بيلعبها وكنت معجبة به جدا جدا ورحت وكلمته وقلت له إن أنا معجبة بلعبك ومن هنا اتعرفه على بعض وحبه بعض وتجوزه وسفره كمان من بلد للتاني لحد ما بقى بطل عالمي وعايشين في أمريكا طبعا سألت هند وانتي متجوزة ولا لأ هند قالت لها نعم متجوزة حاتم عز الدين وكان وكيل نيابة وقرر إن هو يشتغل محامي وقبل هند ما تمشي قالت له عايزة صديفة في بين السطور قال لها هفكر هند طبعا متضايقة جدا من رده لكن قالت له ياريت ترد علي بسرعة عشان أردت بأموري ولما مشيت بقر بيسألها قال لك إيه قالت له هيفكر ويرد علي بقر استغرب جدا لأنه معنا نطلب إنه يقابلها إنه موافق إزاي قال كده المهمة قالت له ما تقلقش هيوافق هيوافق ده بيعازز بس هنا بقى في السجن بنشوف الشخص اللي احنا ما نعرفش هو مين لغاية دلوقتي وإيه علاقته بهند اللي متابع كل أخبارها وبشوف كل حلقات برنامجها يا ترى ده مين وعلقته بيها إيه أكيد هنعرف الحلقات الجاية بعد كده يحيا مدير أعمال جيمي بيبلغ هند بموافقتهم على التسجيل في البرنامج هيا طبعا بتروح بسرعة وتقول لبقر إلي بيكون قاعد مع عملك وبتتدايق جدا جدا لأنها كانت عايزة موضوع ده يفشل بأي طريقة إنما هند طبعا قصدا تقول قدامها علشان تدايقها وبتاخد بقرة علشان يحضروا الأسئلة لأن البرنامج على الهوى جيمي طبعا داخل القناة وبيسأل عن هند إنما لقف وشه ملك اللي انتهزت الفرصة عشان تتعرف عليه وبيقول لها مش عارف أدخل وكيل أعمالي والمدام قالت له فيش أي مشكلة وبتاخد أساميهم علشان تدخلهم علشان طبعا عايزة تكسبوا بأي طريقة بس كده دي بتدردش معا كمان وبتعرفوا بنفسها وبرنامجها لكن جيمي قال لها في أمريكا ما بشوفش أي قنوات مصرية ولا حتى قنوات أمريكية لإن ما عنديش أي وقت بتقوله كمان يسيبك من برنامج هند بين السطور وتعالى سجل معايا في هاشتاج قال لها بيتكلم عن إيه قالت له مشاكل البنات جيمي بيقول لها أكبر مشكلة عند البنات إنهم مش فاهمين الرجالة وبعدين قالت له هاشتاج ده برنامج ترند قال لها أكيد أكبر دليه عن نجاح الثقة اللي انت فيها بعد كده بقى يا جمال دخل قط اللبس عشان يستعد هودا جابت له بدلة لكنه بيقول لها بلاش دي وهتيلب بدلة كحلي هتكون أجمل بكتير ولما هودا قالت له خلي يحيا يجبها قال لها بكلمه وموبايله مغلق طبعا عايزي وزحها علشان يتكلم مع هند المشكلة بقى لما هودا خرجت بره شافت يحيا بيتكلم في موبايله يعني مش مغلق ولا حاجة قلقت إنما برضو ما فهمتش حاجة إنما هند بقى راحت لجمال تشوفه عايز إيه لإنه بلغ الأداد إن لازم يتكلم معها قبل الهوى وهو طبعا عايز يسألها على حاجة تانية خالص بيقول لها نسيتش الحب اللي كان بيننا هي مصدومة مش متخيلة نممكن يسألها في حاجة زي كده قالت له كل نعيال وكبرنا وخلاص كل واحد ليه حياته وبتقوله كمان أنت بقيت ناجح ومشهور وأنا كمان بقيت نجحة وبكل حدة بتقوله إحنا في مكان شغل ولازم نتعامل رسمي إنما هو بيقول لها هو أنت فهمة إن جاي أعمل لقاء أنا جاي علشان أفهم سبتيني ليه زمان قالت له عمري ما أصدتك رحك وبتعتذر إنما هو بيقول لها اعتذارك مش مقبول نسيتي ما حستيش بالزنب ما فكرتيش أنا فين حصل لي إيه هند بتقوله طول عمرك مجنون ومعندكش أي إحساس بالمسئولية جاي قبل الهوى بنص ساعة علشان تقول لي الكلام ده جمال بيمسك دراحة ويقول لها عمري ما نسيتك في اللحظة دي بتدخل هودا مراته فجأة لكن عملت نفسها ما شافتش أي حاجة وبتقول بكل هدوء لهند كويس إن جيتي جيمي كان عايز يسأل على حاجات كتير قوي هند وهي مرتبكة قالت لها كان عنده أسئلة وجاوبته عليها وبتسيبهم وتمشي جمال بكل بجاحة بيشكر هودا مراته عشان جابت له البدلة وبيبدأ بقى البرنامج على الهوى وهند بتفاقق جمال الشهير بجامي بأسئلة بتعصبه جدا جدا لكن بيعرف يرد عليها كلها بدبلوماسية وبيفتكر بقى لما زمان جاته قالت له لازم نسيب بعض وترجاها إنها تتحمل وتفضل معايا لكنها قالت له مش هينفع وبيبقى طبعا بيتوسل إليها إنه هيبقى حاجة مهمة وهيتدرب أكتر وأكتر هيدور على شغلنا تانية إنما هند بتقوله عمرك ما هتبقى حاجة لو حتى بعد مية سنة وبتقوله إنه عندها هدف ومستقبل وهو الله هيعطلها وبتنهي كل حاجة بينهم جمال بيفوق على سؤال هند أكبر تحدي مرة عليك في طريقك الطويل اللي أكيد كم مليان صعوبات هو بيبصلها قوي قال لها التحدي الحقيقي في الناس اللي رفضوا إنهم يصدقوني اللي سابوني في نص الطريق وقالوني لو أعدت مية سنة مش هتحقق حاجة وديني هو زي ما انت شايفها هند بتقوله أنا لو ما كانك أشكرهم دول سبب نجاحك لكن جيمي قال لها مش السبب أنا كنت محتاج أثبت لنفسي إني أقدر أكون حاجة مهمة ومش كلام الناس اللي حوالي اللي هيخليني أنجح أو منجحش بدليله أول ما حاولت نجحت هند بابتسامة بردق قوي بتقوله كلامك متناقض منين طريقك كله صعوبات وإزاي أول ما حاولت نجحت جيمي قال لها أنت نجاحك كان سهل دستي على كم واحد علشان توصلي للي أنت عليه هند معرفتش ترده وبعدين قالت دست على نفسي وقسيت عليها وتعبت واكتهدت وصرت علشان أوصل اللي أنا فيه سألته حلمك إيه يا جابتن؟ قال لها حلم يبقى زيك ناجح ومشهور وكل الناس بتحبني وأثبت للي سابتني زمان وقالتلي مش هتحقق أي حاجة قدام كل الناس دلوقتي أن أنا حققت كل حاجة كل الكلام ده بقى سماعي مرات وهدى وفي نفس الوقت بيشوف البرنامج حاتم جوز هند الكلام لي معاني كتير قوي وصلوا لهم هما اللي اتنين إن ما فيش حد فيهم قال أي حاجة إنما جيمي بقى بيحاول يصلح الكوارث دي كلها فرح قال إيه وبقدم الشكر والعرفان للواقف الجنبي ودعمتني طول حياتي مراتي هدى ويا صاحبة الفضل لأن المشوار كان صعب بس هدى كانت مصدقية ومؤمنة بموهبته هند سألته على الهوى بتحبها جيمي قال لها طبعا إنما هند بتقوله ما لقناش صور ليكم مع بعض خالص قال لها أصلا هي بتكسف قوي وما بتحبش تظهر قدام الناس وعشان ينهي اللقاء ده كله بشكل حلو اتبرع بمبلغ كبير قوي لجماعيات حقوق المرأة ليه بقى تقديرا له دمراته طبعا مامة هند شايفة كل ده هي كمان وهي عارفة جمال كويس قوي بعدت لهند بسرعة قالت لها لازم تجيني حالا وكلمتها كمان إنما هند مش عايزة تروح لها مامتها أصرت ولما وصلت عندها قالت لها إيه اللي انت هاب ببتيه ده كله هند بتقولها ده موضوع قديم وانسيته إنما مامتها قالت لها كدابة قاعدة بتفرج على خناقة اتنين حبيبة على الهوى كنتوا مفضوحين إنتوا الاتنين أنا أمك وعارفاك كويس هند مصررة إنها نسيت الموضوع تماما لكن مامتها بهدلتها طبعا ومعجبهاش كل الكلام اللي تقال أول ما رجعت البيت شاهدت حاتم جزها قاعد بيسمع البرنامج هو كمان بيسمعه لمرة المليون لكن قفلوا أول ما دخلت وقال لها شفت الحلقة سألته عجبتك قال لها آه حلوة وفاجئها إنه قرى كتير قوي هجوم على اللي اسمه جامي ده إنه رافض يعمل أي لقاءات مع الصحاف أو البرامج وبيقولها غريبة قوي إنه وافق يطلع معاك بالسهولة دي هند بقتش عارفة تعمل إيه وتروت إزاي لحقت نفسها بسرعة وقالت له لأ أصل امراته تلهت صحبتي كنا جران مع بعض في المدرسة وعيشنا الطفولة والشباب كله مع بعض إحنا صحاب قوي قال لها غريبة عمرك ما جبت لي سيدها ولا كلمتيني عنها ولا سمعت عنها خارس قالت له لأ أصلحنا بقلنا سنين ما شفناش بعض يجي 20 سنة وتقابلنا بالصدفة ولما تقابلنا اتفقنا على التسجيل في البرنامج وعن حايتم مش مقتنع بكل اللي تقال ده وبالصدفة هو ده بتكلم هند بتقول له هو شفت بص بتسأل علي وطبعا أنقذتها فبترد عليها بسرعة إنما هودا بقى بتعزمها تحدى رب طولة إلا يلعب فيها جيمي بطولة العالم باسم أمريكا جيمي طبعا مبسوط جدا إنها بتكلمها هو واقف مبسوط قوي والغريبة بقى إن هودا وجيمي قعدوا يبينوا جو من الانسجام بينه وبين بعض سمعته هند واتهرجت قوي وبإشهار فتاعة من إيه وبسرعة هودا بتنهم مكالمة يعني مش فاضيين دلوقتي وهند بتبقى مدائقة جدا جدا قوي إن مراته عملت كده وطبعا الواضح إن هودا عايزة تدايق هندو خلاص إن كل ده كان باين إنه مقصود أما حاتم بقى مش مرتاح لكل بيحصل حاسس إن فيه حاجة غريبة لكن لسه مش فاهمها وده نفس شعور مرات جيمي هودا وبرده مش فاهمها نروح بقى لبطولة العالم هودا قاعدة ومعاها يحيا طبعا مدير أعماله لكن جيمي بيدور بانه في كل مكان وهو بيلعب عن هند وفجأة بتظهر هند فعلا وده بيبين لما بيبتسم قوي هودا بتبص عشان تشوفوا ليه مبتسم قوي كده بتكتشف إن هند بقى جات وقاعدة جنبها طبعا فهمت لكن ما بيينتش أي حاجة وبقى واضح طبعا إن سبب سعادة جيمي هو وجود هند مش هودا مراته في نفس الوقت ملك وبقر كانوا هم كمان حاضرين البطولة حادم بيشوفوا البطولة وهو في مكتبه وبين عليه برضو التوتر والديق قوي حاسس إن فيه حاجة مريبة بتحصل مش فهمها يحيا بقى بعض البطولة واقف مع جيمي وقفاز طبعا والدنيا كلها مقلوبة وفرحانة بيه بيجيلوا رسالة من ملك اللي عايزة تقابله علشان يحتفله يحيا بيحظروا إن ده خلط لإننا في مصر ودي مزيعة ومعروفة ومشهورة ومش صحة أبدا إنه يعمل معاها علاقة علشان سمعته أما القناة بقى فعملة احتفال وعزومة لجيمي ومدير القناة بيقترح لقاء تاني في برنامج جديد اسمه رحلة إنسان إنما هند بترفضه وتقوله خلاص سجلنا في بين السطور وقلنا كل اللي ينفع يتقال هنجيب كلام منين تاني نقوله لكن طبعا مدير القناة مصر إنما بقى هند مصر إنها ما تعملش حاجة زي كده وفي اللحظة دي جيمي أطعو وقال له أنا موافق يا أستاذ نبيلة سجل في برنامج جيد جديد بشرط واحد بس اللي تقدمه تبقى هند وبتخلص على كده الحلقة وأشوفكم بخير الحلقة الجاية ومع السلامة